من أجمل قصص اللي مرت علي شخص يقول تقدمت للخطبة لأحد أبنائي لما قابلت والد المخطوبة قال ما راح أسألك عن وظيفته ولا كامراتبه لكن بسألك عن ثلاثة أشياء إذا تمت والله وفق وكانت إجابات سليمة فالله يحييكم وألف مبروك مقدما السؤال الأول كيف علاقته بالله سبحانه وتعالى وبالأخص كيف معصره السؤال الثاني كيف علاقته بك وبأمة العربي كيف معبر الوالدين السؤال الثالث هل له سوابق في المخدرات وما شابهها إذا الناس تسأل عن الوظيفة والمنصب ومقدار الراتب فهذا يسأل عن صلاح المتقدم وتقواه وقربه من الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي سيحافظ على موليته فباقي في الناس فيها خير الله يكثر من أمثاله وأمثالهم ويجمع بين الطيبين